نجح المغامر والقافز بومجارتنر في تحقيق قفزته من الفضاء للأرض ونجح في اختراق حاجز الصوت وقفز أعلى قفزة في التاريخ وحقق لنفسه إنجاز بشر جديد استطاع بومجارتنر كسر عدة أرقام قياسية فقفز في خلال 10 دقيق بس من ارتفاع 38 كم و 6 من الفضاء الخارجي للأرض وبكده حقق فيليكس أطول وأعلى وأجرأ وأسرع قفزة في التاريخ البشر وتخطب القفزة دي حاجز الغلاف الجوي وحاجز الصوت في 14 أكتوبر 2012 وصل فيليكس لارتفاع وقفز 38 كم و 6 من عشر واستقر فوق صحراء نيومكسيكو في الولايات المتحدة الأمريكية وبتعتبر المسافة اللي قفزها أعلى بثلاث أضعاف من المعدل العادي لارتفاع تحليق الطائرات العادية بحيث حقق رقم قياسي جديد في السقوط الحر وتحطيم القواعد الفيزيائية وكسر حاجز الصوت بجسمه وبدون تحركاته قفزة فيليكس أعلى قفزة في التاريخ واستغرقت متج القفز أربع دقايق من وقت استعداده للقفز ولغاية لما لمست رجل الأرض وتلابس مقتها بذلة خاصة صممت خصيصا للقفزات اشتركوا في القناة